في زمن انهيار سوق العملات الرقمية خرج إعلان مصرف جولدمان ساكس نيته دخول عالم العملة الرقمية والاستثمار فيها ليطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب هذه الخطوة ونتائجها المتوخى حسب تقرير لوكالة رويترز فإن العملاق المصرفي الأمريكي يخطط لاغتنام فرصة انخفاض تقييمات شركات العملات الرقمية وتضاء الاهتمام المستثمرين بها لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات لشراء إحدى الشركات أو الاستثمار فيها حسب التقرير فإن المصرف يرى أن الوقت مناسب اليوم من أجل دخول العالم الرقمي بسعر منخفض للغاية بشكل يسمح له بإنفاق مبالغ أقل مستفيدا من اهتزاز الثقة بالقطاع بشكل عام خصوصا بعد انهيار شركة FTX يقول رئيس قسم الوصول الرقمية في البنك أن انهيار FTX زاد من الحاجة للمستثمرين الجديرين بالثقة والمنظمين لافتا إلى أن المصارف الكبرى ترى فرصة الآن يجب اغتنامها حسب التقرير فإن المبلغ الذي ينوي المصرف استثماره يقدر بعشرات ملايين الدولارات ولن يكون كبيرا على الإطلاق مقارنة بأرباحه التي سجلها العام الماضي والتي تقدر بواحد وعشرين مليارا وستمائة مليون دولار إلا أنه يكفي لإظهار نظرة إيجابية على المدى الطويل للمصرف تجاه الاستثمار في القطاع الرقمي يشير التقرير كذلك إلى أن الدخول المحتمل لغولمان إلى عالم العملات الرقمية سيشكل خطوة إضافية لجذب هذه العملات إلى أعمال الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة ما يمهد لقوننتها بشكل كامل وفرض رقابة مالية عليها الأمر الذي من شأنه خفض مخاوف كبار المستثمرين برز في هذا الإطار تحديدا اتفاق وزراء مالية ومحافظي المنوك المركزية لمجموعة السابع في اجتماعهم الأخير قبل أسابيع على ضرورة تنظيم سوق العملات الرقمية وإخضاعها للرقابة بشكل صارم وينضم إلينا عبر سكايب من مدينة اليون الفرنسية الخبير في العملات الرقمية ستيفان أبي شاكر مرحبا بك سيد أبي شاكر تارة هذه البنوك والمصارف التقليدية بينما الزوجتين أكبر محارب وعدو للعملات الرقمية وتحاول قدر الإمكان أن لا تكون جزءا من سوق العملات الرقمية هذه لكن عند أول فرصة نرى جولدمان ساكس وغير جولدمان ساكس يحاولون الدخول من بوابة الربح ما المقياس؟ أين المعيار الذي تتحرك فيه هذه البنوك؟ وتريد أن تحظى بفرصتها؟ نعم سيدي أول نقطة هي أن البنوك يعني السوق السوق العملات التشفيرية بحاجة كبيرة إلى دخول البنوك مكان هذه الشركات الصغيرة التي لا نعرف من أين تأتي ولا نعرف مشاريعها ولا نعرف من ورائها فهذا الشيء إيجابي من ناحية دخول مصارف مثل جولدمان ساكس لتكون بدل هذه الشركات مثل FTX التي انفجرت وفجرت حصم من السوق معها ولكن المضحك المبكي وأنت على حق بسؤال ما هو دور البنوك؟ ولماذا تارة ترفض وتارة تقبل وإلى آخرين؟ المضحك المبكي أن الحرب الحقيقية سيدي ستكون ما بين المصارف المركزية من جهة والمصارف العادية من جهة أخرى لأن إذا سمحت لي أن أفسر النقطة المصارف المركزية تصدر عملاتها الوطنية مثل الدولار أو اليورو أو غيرها أما البنوك فشغلتها أن تعطي قروض وتأخذ أموال الموديعين فتحمي هذه الأموال البنوك بإمكانها أن تقوم بهذه العمليات بالدولار واليورو ولكن كذلك بالبيتكوين والإيثيريوم وغيرها فلا محل أن الخلاف آتن وأعود وأكرر أن هذا الخلاف على أمد طويل ولكن في مسألة تنظيم السوق سوق العملات التشفيرية نعم هذا إيجابي أن تدخل شركات كبيرة مثل جولمن ساكس وغيرها إلى هذا السوق لتنظيم التداول إلى آخرين العملات الرقمية يعني بلوك تشين يعني عملية مختلفة تماما عن مسألة أصول ذهب أو أصول قيمة في مقابل عملة نقدية هل سوف نشهد اقتصادا أو أسواق النقدية هجينة في المستقبل القريب ما بين العملات الرقمية من جهة والمصارف التي تحرك النقد التقليدي من جهة ثانية نعم سيدي قلت القلمة المهمة هاجينة ولكن بالأخص هذا أبضاد كما يعني البلوك تشين خلقت لتكون غير مركزية والمال يصدر من بنوك مركزية فهناك تناقض جوهري وهذا التناقض يحل بالطريقة التي تقول أن من جهة لدينا البيتكوين ومن جهة أخرى لدينا 99% من سوق العملات التشفيرية الذي هو بمثابة فقاعات وسكام وأبيوسيس وفرود وإلى آخر وإلى آخر فإذا هذا السوق بحاجة إلى تنظيف تنظيف كبير وإذا سألتني عن المستقبل ودور البنوك وعملاتها الوطنية مثل البنك المركز الفيدرالي الأمريكي أو المركز الأوروبي أو الصيني فهي نعم ستصدر عملة رقمية ديجيتل كورنسي ولكن العملة الرقمية ليست أبدا عملة غير مركزية أو تشفيرية نعم نعم هي فقط عملة اسمية في الواقع أغلب ما يستخدم الآن هو عملات رقمية بوسائل الدفع الإلكترونية طيب هل في المستقبل القريب نحن رأينا ما حدث لفتي اكس وشكل صدمة وهذه ثقة الناس الذين كانوا يسمعون من المثبتين من حول العالم أن هذه عملات رقمية هذه مبنية على مشاريع لا يمكن الوثوق بها والآن عدد العملات الرقمية لا يحصى المشفرة طبعا الحديث هنا عن المشفرة هل بإمكان البنوك عندما تدخل أن تعزز الثقة وغولمان ساكس ليس أول بنك يدخل بايبال مثلا فتحت أيضا باب من أبواب الاستثمار في العملات الرقمية وغيرها من البنوك من حول العالم هل تريد جواب صريح نعم سأعطيك جواب صريح سأسألك سؤال هين جدا سيدي أنت تخيل أن لديك مثلا 500 دولار في حسابك في البنك هل تظن أنها 500 دولار فعلا كلا سيدي ليست 500 دولار لأنه ليس بإمكانك مثلا أن تسحب هذه الكمية ضربة واحدة وتحولها إلى ورقة دولار فإذا الدولار في البنك هو خاضع لمخاطر البنك حساباتك خاضعة لمخاطر هذا البنك من الممكن أن يأتي هذا البنك ويقول أنا غير يعني ليس بإمكاني لكن هذه مخاطر عذرني سيد أبي شاكر هذه مخاطر لديها قياس موجود لديها تاريخ هناك منوك أفلسة هناك اقتصادات دول على سبيل المثال في لبنان أزمة الموضعين هذه أشياء مفهومة مبنية على قياس اقتصادي عندما نتحدث عن البلوكشين وعن منصات تداول مثل FTX وهناك منصات أخرى ما تزال قائمة فما الذي يجعل المتداول الشخص الذي يريد تداول هذه العملات بغرض الربح أو بغرض التخزين أو بغرض الشراء حتى ما الذي يجعله واثقا من أنه في المكان الصحيح وبأن FTX لن تقرر مأساتها مرة أخرى نعم أولا هناك فرق شاسع ما بين منصات التداول من جهة مثل Coinbase Kraken FTX وغيرها والعملات التشفيرية من جهة أخرى شيئا ليست نفس الشيء لكن المنصات تستخدم في التداول عذرني سيد أبي شاكر وأنتم أدرى تستخدم في التداول لا أقصد عن العملة نفسها ليست تشكيك في العملة نفسها تقريبا فكرة العملة واضحة عذرا عذرا أنت على حق أن تشكك في العملة التشفيرية في 99% من الحالات هذا رقم مهول يعني أنا ما أقوله اليوم من 15 ألف عملة تشفيرية هناك للأرجح 14 ألف وخمسمائة أو سبعمائة عملة تشفيرية هي بمثابة فقاعات وأكاذيب وواواوا وللأسف هذا السوق غير منظم ويدخل المشتثمر إليه ويبغى الربح السريع يعني نشتري أو لا نشتري سيد استفان اسمح لي فإذن 99% بمثابة فقاعات وأكاذيب ولكن السؤال الجوهري كيف خلق هذا السوق ولماذا خلق هذا السوق ومن أين أتى والجواب واحد واحد وهو البيتكوين لماذا؟ لماذا؟ لأن لا يمكنك التداول بالبيتكوين وخلق البيتكوين في برنامجه إلا إذا حولت طاقة كهربائية لا إمكانية لخلق وإصدار البيتكوين والتداول به أشكره جديا إلا بتحويل طاقة كهربائية التي لديها قيمة أشكره وهذا الفرق الشاسع بين بيتكوين وغير عملات من ليون الفرنسية الخبير في العملات الرقمية استفان أبي شاكر شكرا جزيلا لك